موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوان المشاهدين سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الكثير من الأحداث التي يمكن للمسلم أن يتأملها ويستنبط منها الهدايات والدروس والعبار يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هل سمعتم بغزوة تسمى غزوة بني المصطلق أو المريسيع؟ هذه الغزوة كانت في شهر شعبان فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعراب يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة منهم بني المصطلق فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم والتقدم نحوهم قبل أن يبدأهم بالهجوم على المدينة جاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارض في السهم لثابة بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك فوقعت في السهم لثابة بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي قال فهل لك في خير من ذلك يعني سأعطيك شيء آخر غير ما طلبتيه قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله وفي هذه الغزوة وقعت حادثتان لهما أثرهما البالغ على المسلمين كان المتسبب بهما أهل النفاق أما الحارثة الأولى وقد سبق أن تكلمنا عليها لما رأى أهل النفاق انتصار المسلمين في هذه الغزوة غاضهم ذلك وامتلأت قلوبهم غلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فلما حانت الفرصة استغلوها للنيل من الإسلام وأهله روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزة وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند قال يرون أنها غزوة بن المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أي ضربه بقدمه من خلفه فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين يعني كل واحد يدعو قبيلته حصل بينهم مشادة فسمع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك من عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الأعز يقصد نفسه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب علق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه ترك لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين قد كثروا بعد أما الواقع الثانية هي قصة الإفك ولنستمع لقصة الإفك التي تولى أمرها زعيم أهل النفاق عبد الله بن أبي بن سلول تحكيها عائشة رضي الله عنها كما رواها البخاري في صحيحه فقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي من خرجت أهشة تقول فخرجت معه قبل أن أنزل الحجاب وأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمشت صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع عقد في رقبتها لم تجده تقول فرجعت ألتمس عقدي أبحث عن العقد فحبسني ابتغاؤه تبحث عن عقدها رضي الله عنها في هذه الفترة أقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الهودج هو اللي تجلس فيه المرأة حتى لا يراها أحد ويوضع على الناقة تقول فحملوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه تقول وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم يعني ما فيهن ذاك السمن ولا ذلكم الشحم وإنما تقول يأكلن العلقة من الطعام الشيء اليسير فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج يعني بالنسبة عائشة موجودة في الهودج أو غير موجودة ما يضر لماذا؟ لأنها صغيرة لا زالت وغير ذات وزن تقول فاحتملوه وكنت جاري حريثة السن فبعثوا الجمال وساروا طيب عايشة وين تبحث عن عقدها تقول فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت أي قصدت منزل الذي كنت به ظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي أي عند مكاني فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب عائشة رضي الله عنها ذهبت تلتمس عقدها لما رجعت كان الجيش قد تحرك لأنهم يظنون أن عائشة في الهودج على بعيرها فجلست في مكانها قالت لعل الجيش يفتقدني النبي صلى الله عليه وسلم يفتقدها فيرجع إلى المكان الذي تركوها فيه فيأخذوها ثم نامت من رآها قلنا أنه صفوان بن المعطل رضي الله عنه تقول فأتاني وكان يراني قبل الحجاب يعني يعرفني فاستيقظت باسترجاعه شو يعني باسترجاعه أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون لماذا قال هالكلمة سنتعرف عليها في الهدايات من هذه القصة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون تقول حين أناخ راحلته فوطئ يدها يعني يد الراحلة فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة يعني عائشة عن الراحلة وهو يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك أي تكلم فيهما بالسوء والظن والكذب وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول طبعا عبد الله بن أبي بن سلول رأى صفوان وعائشة رضي الله عنها على الجمل وهو يقوده فتكلم في عرض عائشة تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا أي مرضت يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم كيف ابنتكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت يعني تماثلت للشفاء فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل أي لقضاء الحاجة وذلك قبل أن نتخذ الكنفة الحمامات قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رحم نمشي فعثرت في مرطها أي في ثوبها فقالت تعيس مصطح فقلت لها بئس ما قلتي أتسبين رجلا شهد بدرة قالت يا هنتا أي يا أختا ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الإفك تقول عائشة فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تيكم فقلت أذلي إلى أبوي قالت أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس فقالت يا أبني هوني على نفسك الشأن فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها طبعا هي تريد أن تخفف عنها فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا قالت فبدت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوعي أي تأخر يستشيرهما في فراق أهله أي في طلاق عائشة وتأمل رحمكم الله عظم الأمر والكذب الذي كاد أن يهدم الأسرة بالطلاق قالت فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة أهلك يا رسول الله لا نعلم والله إلا خيرا أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق أي جاريتها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن أي الدجاج فتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذاك فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقام فقال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الأوس والخزرج والمهاجرين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتل ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أي بالاقتتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت تقول عائشة وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبل ذلك اليوم وقد مكثت شهرا وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت فاستغفري والله فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي أي توقف حتى ما أحس منه قطرها وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله وسلم قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذ ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات فلما سري عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذهب جبريل وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله احمد الله فقد برأك الله فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآيات فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة فكان مصطح ممن تكلم في عائشة فأنزل الله تعالى ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وكان صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوجته الأخرى عن أمري فقال يا زينب ما علمت ما رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت وهي التي كانت تساميني أي في المنزلة فعصمها الله بالوراء إخواني المشاهدين هذه القصة هي قصة الإفك نريد أن نتكلم على هدايات غزوة بدل مصطلق والمواقف التي حصلت في هذه الغزوة وأثرها على النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم لكن ليس في هذه الحلقة في حلقة مقبلة بإذن الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة